كنا متفقين في الحكومة الإيرانية وفي الإقليم وأيضا في بغداد وحتى مع المعارضة الإيلانية بأنه لا يسمح أبدا أن المعارضة تتخذ الأراضي العراقية وتشكل خطرا على الجارة وهذا أبدا غير مسموح وغير مقوى ولكن إنما يصير حالات انفلات أو تسلل بطريقة لأن هذه الحدود مناطق جبال وعرة جدا يعني من الصعوبة جدا هذه الجبال أن يتم السيطرة عليها يعني يجوز الصرحالات ولكن حالات غير قانونية وغير مقبولة من قبل حكومة تقليم كولستان أما وجود معسكرات بطريقة علنية وجود تدريب هذا غير موجود أبدا فيه لأن حكومة تقليم وقوانين وزارة الداخلية وقوانين العراقية لا تسمح بذلك وأيضا بالدستور لأننا لا نريد أن نشكل خطرا مع جارة كبيرة مثل إيران ونحن لدينا تاريخ جغرافي كبير وتاريخ سياسي وأمني كبير مع جارة إيران ولكن هناك شيء آخر على العراق وعلى حكومة تقليم أن تلتزم بالقوانين الدولية بحقوق اللجوء السياسي بالحقوق الإنسان هذه القوانين الدولية تأتي حق للمعارضة السياسية في البلد إن لم تشكل خطر عاجة تأتي حق اللجوء وتأتي حق أن يكون لها مكان لممارسة بعض النشاطات الإعلانية الدولة الجارة تقول بأنه يشكل خطر هل تأكدت حكومة الأقليم أنه ما في خطر ما هو هذا والسؤال هو أساس الموضوع هو الخطر أنا بصراحة أؤيد كلام السيد صادقيان من إيران وأيضا السيد وائلوة شرح ولكن أنا أقول بصراحة هذه المعارضة اللي لم تكن في إقليم كرنستان لو كانت في روسيا لو كانت في إفغانستان لو كانت في تركيا لكانت أصبحت خطرا أكبر وأكبر وأكبر ولكن نظرا لقوانين أقليم كرنستان أصبحت هذه المعارضة ضعيفة جدا إذن طالبنا من الحكومة الإيرانية أن تلتفت إلى هذا الموضوع الآن لماذا هذه المعارضة ضعيفة إلى هذا الدرجة ومن هنا أنكر سيد محمد صادقيان بأنه لا يوجود لمعسكرات تدريب ولا يسمح لهم أبدا أن يكون لهم في داخل أراضي إقليم كرنستان أنا في هذا الموضوع وأعتقد أن وجود بعض المقرات هم ليس في الحدود نعم موجودين في منطقة السيدة كان بقلة ولكن أكثريتهم موجودين في منطقة كويسنجاق وهي منطقة بعيدة عن الحدود سألت الأستاذ صادقيان الآن المسألة تعتمد بصورة أو بأخرى بمسألة التهريب وعدم ضبط الحدود سواء تهريب بشر تهريب إسلاح أو تهريب مخدرات أو أي شيء هل الإقليم قادر على ضبط هذه الحدود مع الجارة إيران وهل وجود هذه الجماعات أو إبعاد هذه الجماعات سيسهل من عملية السيطرة على الحدود لا يوجد مسك الحدود مية بالمية هذا صعب جدا حتى أني أذكر كنا نذكر في الحرب العراقية الإيرانية كان القوات الإيرانية موجودة على الحدود والقوات العراقية أيضا موجودة على الحدود ولكن مع ذلك كان هناك تسلل كان هناك تهريب يعني الأراضي وعرة وجبال وعرة ومناطق تسلل كثيرة يعني حتى الإقليم لا يستطيع حتى أعتقد الإيران لا يستطيع ولكن نستطيع أن نقول أصبحت ضعيفة جدا وأصبحت لا تشكل هذا الخطأ نعم هناك تهريب موجود تهريب بشر تهريب مخدرات أنا لا أؤكر ذلك الموضوع هذا ولكن علينا الجميع جميع القوات الأمنية العراقية الإيرانية الكردية أن نسيطر على الحدود وأن لا نسمح بهذه الانتهاك شكرا